في الحقيقة المبدأ الذي ينبغي أن تنصرف إليه إرادة الأجهزة الأمنية في العراق هو العمل دائما لتحقيق حالة من العيش الآمن وحماية حقوق العراقيين يعني الحق في الحياة وبمنأة عن عمليات القتل والاختيال أو التهديد بالقتل والاختيال بأي صورة كانت وحقيقة الأوضاع في العراق نتيجة الإقدام جهات منظمة تعتمد منهج القتل والاختيال خارج نطاق القانون أصبح متصاعدا في الوقت الأخير يعني في الآونة الأخيرة العسيما وأنه يستهدف النشطاء المدنيين الآمنين الذين يمارسون حقوقهم الدستورية أو قد ينال الكثير من الإعلاميين العراقيين عندما يبدون وجهة نظر يعني في المسائل المثارة في الساحة الوطنية العراقية النقابة حقيقة تؤكد دائما على ضرورة كشف الجنات المجرمين قتلة العراقيين كخطوة ممهدة لمسائلتهم أمام القضاء العادل حيث استبرار هذه عمليات القتل يعني في الكثير من المحافظات من شأنها تؤثر على إجراء انتخابات مجلس النواب لأنه من الضرورة كشرط لازم أن تجرى الانتخابات في أجواء أمنية يستطيع العراقي أن يعبر عن إرادته في اختيار المرشحين بعيدا عن أي ضغط أو تزوير بما يؤدي إلى تزييف إرادة العراقيين في اختيار أعضاء مجلس النواب لأن مجلس النواب يعتبر من أخطر السلطات ضمن النظام السياسي في العراق وفقا للدستور نعم سيد النقيب تعتبرون هذه الاختيالات والأوضاع الأمنية الخطيرة التي حصلت اليوم في العراق هي لها علاقة بملف الانتخابات القادمة؟ بالتأكيد يعني بالتأكيد علينا أن التصور خطورة استبرار هذا النهج القائم على التصفية القائم على الدم هذا سوف يؤدي إلى نوع من عدم المشاركة بالانتخابات وعني ليس منفصلا عن الواقع هناك كثيرا من التنظيمات السياسية لوحت أنه في حالة استبرار دهج القتل والاختيال سوف يكون لها موقفا قد يؤدي إلى عدم المشاركة وحتى إذا كانت المشاركة بدسب قليلة فهذا من شأن يقدح قانونا بمدى مشاركة العراقيين الواسعة في الانتخابات يعني نريد أن تكون نسبة المشاركة على الأقل تزيد عن 60% وليس كما حدث في الانتخابات السابقة لا تقوم بملكة جهة سياسية وراء الأوضاع الحاصلة؟ لا بالتأكيد عندما يعني يجري في العراق أو على الأقل فيما يتعلق بالانتخابات هو عملا منهجيا مخطط له وراءه إرادات داخلية ومدعوما إقليميا ودوليا كأنه يراد أن نخرب هذه التجربة الديمقراطية بخلق حالة من الخوف والقلق تحول دون المشاركة بالانتخابات